قصة تانية صحينا عليها النهاردة صحيفة أقز السعودية قالت انه نادي أهل جدة توصل الاتفاق مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني يا خبرة بيض الراجل اللي عايش معانا وماشي بشكل كويس هيسمنا ويمشي كلنا تخضينا طبعا الراجل عادي 24 سنين انتوا عارفين طبعا روي فيتوريا عادي 24 سنين مع منتخب مصر روحنا واتقصنا وسألنا ولفينة لفة كبيرة جدا وبيني وبينك كده كنت بحاول أدور على اللي بين السطور يعني الكلام اللي حضرتك عرفته النهاردة كله ايه انه مفيش اتصال حصل بين أهل جدة وفيتوريا وان فيتوريا ميكمل مع منتخب مصر وانه ده كل ده انت قريته أو سمعته وده صحيح بالمناسبة جزء منه عشان هقولك الجزء التاني نادي أهل جدة هاديك بقى التفاصيل اللي عندي نادي أهل جدة مهتم فعلا بروي فيتوريا اللي جاب رقم واحد اه مهتم السؤال التاني نادي أهل جدة عرض كم على روي فيتوريا تمانية وثلتمائة ألف دولار تمانية مليون وثلتمائة ألف دولار بالزبط في الموسم رقم دي رقم اثنين رقم تلاتة هل أهل جدة تواصل مباشرة مع روي فيتوريا لا مع وكيله أربعة هل روي فيتوريا رحب بالتعاقد أو مجرد سماع العرض لا روي فيتوريا قال انا مرتبط بعد مع منتخب مصر وأنا مكمل العقد بتاعي مع منتخب مصر والعهد طبعا خامس حاجة ودي الأهم بقى هل روي فيتوريا مبسوط وسعيد بنسبة 100% مع منتخب مصر مع منتخب مصر الفريق المنتخب نفسه اه سعيد في مصر جدا جدا روي فيتوريا مع كل المقربين إنه مبسوط جدا في مصر زعلان من بعض الأمور الإدارية والمالية إيه هي إنه أحيانا الراتب بتاعه بيتأخر بس دي الراجل بيقول إيه أنا كيكده عارف إن أنا أخد الراتب بتاعه في الآخر بس طبعا تزعل شوية عشان خاصة إنه مع مساعدين كمان عايزين للراتب بتاعته في معادة مش تعدي تاني حاجة القصة بتاعت الفندق اسمعتها كلكم إنه هو ملقاش اللي قد بتاعته محجوزة والكلام ده كله هو فعلا اتحاد الكرة روي فيتوريا وفق جاسته اللي هي شهر ونص دلوقت يعني وقف الحجز بتاع القتيل فطبيعي مفهومة يعني مفهومة ما أنت مش تفضل تدفع الحجز والراجل برا يعني زمزقة شوية بس يتعدي تعالي بقى روي فيتوريا متدايق من إيه جدا ده اللي حقيقي بقى دي المعلومة الأكيدة مية في المية اتضايق جدا إن الدوري أو الموسم لحد دلوقتي لسه مخلص اتضايق جدا إنه لسه ما يعرفش الموسم الجديد هيبدأ إمتى اتضايق جدا إنه ما فيش راحات كافية للعبين اللي مفروض يستخدمهم بسرعة في المعسكرات اللي جاية عشان منتخب مصر عنه تصفيات كاس العالم هو متدايق من حاجات إدارية لها علاقة بالنظام بتاع الكرة في مصر مش بس أمور مالية ومادية